فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف يمكن لبعض المسلمين الهجرة في هذا الزمان إذا كانت بعض البلاد الإسلامية تقيد ذلك بقيود هل يكونون معذورون في جلوسهم هناك؟ يكونون هل يكونون معذورين في جلوسهم هناك؟ لا يتجب عليهم الهجرة إذا تمكنوا منها أما إذا منعوا منها فهم معذورون إذا منعوا منها فهم معذورون لا نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة